الحاكم في المغرب حيث يندر ان يخلو مؤلف حينها من الثناء عليه حتى قال فيه ابن خلدون بانه كان اعلى بني ادريس ملكا بينما يصفه رود القرطاص بقوله كان يحيا هذا اعلى بني ادريس قدرا وسيطا واطيبهم ذكرا واقواهم سلطانا وكان فقيها حافظا للحديث ضف صاحة وبيان ولسان ومع ذلك كان بطلا شجاعا حازما ورغم كل هذه الاشادات يندر ان تتحدث مصادر التاريخ عن انشازات ملموسة له وفي عهده بدأت الدولة الفاطمية بافريقيا في اواخر القرن الهجري الثالث اولى تحركاتها التوسعية كي تبسط سيطرتها على مجموع بلاد المغرب واخيرا جاء مصالة بن حبوس المكناسي عامل الفاطميين على المغرب الاوسط على رأس جيش لمحاربة الادارسة وجرت بينه وبين يحيا معركة قرب مكناس انتهت بهزيمة الامير الادريسي الذي خضع بموجب اتفاق يقضي بان يحتفظ بامارته مقابل اعلانه الخضوع والتبعية للخليفة الفاطمي الا ان ابن عم مصالة واسمه موسى بن ابي العافية اخذ على عاطقه القضاء على الادارسة لتنتهي حياة يحيا بمأساة اذ سجن عشرين سنة ثم مات جوعا وهو في طريقه الى تونس وبعدها نجح ابن العافية بالاستلاء على ما كان بيد الادارسة من اراض في شمال المغرب وطاردهم وضيق عليهم الخناق حتى اضطروا الى الاعتصام بحصن منيع في حجر النسر بجبال الريف. والواقع ان المأساة الذي عاشها الادارسة في تلك الاونة تعود الى الصراع الكبير الذي نشب بين الخلافتين الفاطمية بافريقيا والاموية بالاندلس. وكان مسرح هذا الصراع بلاد المغرب وبخاصة المغرب الاقصى. وفي وقت كانت دولة الادارسة تتعرض للضغوط والحروب تارة من جهة الفاطميين وطورا من جهة الامويين. كان المغاربة تحت حكم الادارسة يعانون شضف العيش وعدم الاستقرار والاضطهاد. الا ان اي حراك كبير او ثورة منسقة لم تقم من السكان ضد الادارسة. وحتى نهاية حكم الادارسة بعد حوالي مائة وثلاثين سنة من التأسيس مع تقلب اخر حكام الادارسة الحسن بن كنون حينا في صف الامويين. وحينا اخر بمعسكر الفاطميين. واخيرا بعد لجوءه للاندلس اضطر للهرب مجددا بعد خلاف مع الامويين. ليكون تحت حماية الفاطميين في مصر. حيث جهز من هناك جيشا ليستعيد المغرب. الا انه قتل على الطريق في عملية اغتيال جعلت ايام الادارسة بالمغرب تنتهي بموت الحسن بن كنون. اخر ملوكهم. لكن نهاية الدولة لم تعني انتهاء ذكرهم بالمغرب. بل ظلوا موجودين من خلال عائلات بينهم بني عمر وبني داود وبني القاسم وبني عيسى وبني عبيد الله وبني سليمان. ومن الادارسة تفرعت سلالات عديدة حكمت بلدانا اسلامية عدة. بينها بن حمود العلويون الذين حكموا في الجزيرة وملق الاندلسيتين. كما تولوا لبعض الوقت امور الخلافة في قرطبة. ومن احفاظ الادارسة عالم الجغرافيا ابي عبد الله المعروف بالشريف الادريسي. كما حكم فرعٌ اخر من الادارسة جازان في السعودية بين سنة الفٍ وثمانمائةٍ وثلاثين وحتى عام الفٍ وتسعمائةٍ وثلاثةٍ واربعين. وكان اخر فروعهم السنوسيين حكام ليبيا والجبل الاخضر بين اعوام الفٍ وتسعمائةٍ وخمسين. والفٍ وتسعمائةٍ وتسعةٍ وستين.